مولود الحوت بتشير الطوالع الفلكي لسهولة بسير الأمور وانفراج بالعلاقة والحياة الاجتماعية وكأنه القدر عم بكيف أكوى بيريدك أنك تستعيد حماستك المعهودة للحياة وجود الشمس والزهرة ببرج الأسد الصديق بالإضافة لوجود المشتري بالحمل بالبيت الثاني ببيت الميل ببيت الشهرة يعني بيعمل باختصار أسبوع غني باللحظات الحلوة والأجواء الدعمة والمشرقة بالنجاح والتقدم كمان بيزودك الأمر يلي بيدخل لبرجك السبط والأحد بطاقة وحيوية كبيرة مشان هيك حاول إنك تلطئة الإشارات يلي بتخدم مصالحك بهالمرحلة مهمة والحلوة والمسمرة والدسمة على مختلف المستويات يلي بيتطمل لبالك وبتختفيها واجتك سواء كانت مالية أو عاطفية أو مهنية بقدم لك الحظ الفرص السهلة وبتآمر على خصمك على مختلف الظروف اللي راح تكون لمصلحتك كون جاهز حتى تقتنص الفرص وتطوي صفحة من الماضي يعني الكواكب متحلفة معك مع جهودك وما تتعجب إذا مشيت الأمور بقوة بسبب قوة استيعابك وفهمك للمواضيع راح تشعر بسأة كبيرة بنفسك وتلاقي الدعم والتأييد والمساعدة كمان مع انتقال أمر لبرج الحمل الناري بين التنين والأربعة لبيت المال بيت المعنويات بيت السقب النفس بيت الدعم وبيت الربح والخصارة كمان عليك انك تتعامل مع الأمور المصرفية وتتداول بالمعاملات لكن بحذر حتى ما تحصل على خسائر مالية انت بغنى عنها كمان راح تعرف على ثلاث أسبوع مزدهرة على الصعيد الاجتماعي والمهني تحت تأثير الأمر من برج الصور خميس وجمعة يومين حلوين مليانين بالمفاجآت والأفرح وبيوفروا لك فرص مالية استثنائية حتى تكون تنتشر صفر حب علاقات حلوة وعزبة يعني أسبوع جيد لا بأسر فيه عاطفيا بيحمل لك كوكب الحب من برج الأسد فرصة مناسبة حتى توصل للتفاهم ولا تعزيز الروابط بينك وبين الشريك بهالأسبوع الرومانسي بامتياز يلي بيحتل فيه الحب مرتبة عالية بحياتك بتحترق بالشوق وبتفيد بالحب والحنين وبتغمر حياتك وحياة الشريك باهتماماتك إذا كنت عاذب هيدهي فرصتك حتى تنهي مرحلة العزوبية وترتبط رسميا